بداية كيف يمكن أن نعلق على هذه الخسائر هذه ثاني جلسة بالنسبة للمؤشر من يوم أمس تستمر الخسائر بالنسبة للمؤشر السعودي كيف ترون هذا التراجع بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم والأستاذ المشاهدين طبعا عملية الحركة التي تحدث الآن هي حركة فنية بامتياز نحن في مرحلة علانات يشبه الكثير من التذبذب لم يتجاوز السوق مستوى 7180 كانت مقاومة من الواضح أنها قوية كان يحتاج إلى تفاعل من القطاعات القيادية تحرق قطاع البتروكيمويات خلال الفترة الماضية بشكل ممتاز لكن القطاع المصرفي هو الذي كان سلبيا في الحركة حجم التعاملات لم تكن لتساعد على تجاوز هذه المنطقة طبعا بالتأكيد سيجير الانخفاض إلى بعض الأخبار من هنا أو هناك عالميا ولكن في حقيقة الأمر إذا ما أخذنا المنطقة التي يتحرك فيها السوق هي ضمن المنطقة التي استقر وأسس قاعدة سعرية جيدة فيها منذ أشهر وليس أسابيع فقط بمعنى أن السوق الآن سيتحرك مع الإعلانات تحديدا للقطاعات القيادية اليوم طبعا كانت الحركة جيدة إذا ما أخذنا بالمقارنة ما بين قوة البيع والشراء كان الإقفال على استقرار بمعنى أن الضغط البيوع انخفض بشكل عام نتحدث عن قطاع البتروكيمويات أستاذ محمد ما زاله هو ربما الضغط الأكبر كما تتحدث عن المؤشر وأيضا على الأسهم خلال هذه الفترة هل نعتبر هذا التراجع بالنسبة للقطاع هو نتيجة للعمليات التصحيحية التي تشهدها الأسواق العالمية أم هناك عوامل أخرى ربما تضغط على القطاع بشكل عام قطاع البتروكيمويات أقل من سعره بكثير ولم يتجاوب أصلا مع ارتفاع الأسواق العالمية بالشكل الجيد وأي إعلانات ستكون للأرباح سيكون القطاع بمستوى مكررات ربحية وعائد يعتبر مناسب كسعر ومناسب بل أن يكون بأعلى مما هو